طبعا الدماغ تحيط بطبقه المنانجيس الطبقه المنانجيس وبعد ورا البيا ماتر عندنا ثبですね حيثي القن Early هذا الشخص صار عنده حاله سميه ايبي دورال هيمتومه شنو راح يصير في هذه الحاله لنفرض واحد تعرض لضربه شديده الى الرأس تعرض لضربه شديده الى الرأس اهنا داخل العظام الجمجمه اكو عدنا شريان هذا الشريان اسمه مننجيال ارتري ميننجيال ارتري ميننجيال ارتري اللي راح يصير شنو انه هذا الشريان راح يتمزق وراح يبدى يصير عندك بليدنج في هذه المنطقة واضح طبعا كون الجوراماتر ملتسقى بشكل قوي بالجمجمه فالبليدنج ما راح يقدر يتوسع تبهوا شوفوا البليدنج ما راح يقدر يتوسع الى الاطراف ولا راح يقدر يتوسع البليدنج ويضغط على الجمجمه كون الجمجمه عظم صلب وين راح يضغط هذا البليدنج مباشرة على وين على الدماغ راح يضغط على الدماغ مباشرة راح يضغط على الدماغ ويضغط على الدماغ ويضغط على الدماغ ويضغط على بيشفت يزيحة يزيح الدماغ عن المنتصف عن الخط الوسطي يزيحة وراح يصير عندك عبارة عن البليدنج مثل العدسة لينز شيب يسموه راح يكون لينز شيب لانه ما راح يقدر يتوسع غير باتجاه الدماغ فراح يصير عندك لينز شيب بليدنج لينز شيب بليدنج هذا اللينز شيب بليدنج او هذا اللي راح يصير هذا راح يأدي لك الى الاعراض التالية في الجهة المصابة الجهة المصابة في حالة الإيبي دورال هيمتومة خط الوصورة راح فى الجهة المصابة يصير عندك أنتبه التالية راح يصير عندك أول شيء البليدنج الOPL راح يصيرしゃ Updi-δية ستجد executed الف nei وبالجهة هذه الطبعا احنا نعرف انه الكورتكس بالحركة اللي جاي من اليسرة يتعكم باليمنا واللي من اليمن ثيت حكم باليسرة فراح يصير عندك bienنفس الجهة Pupil D shine لكن بالحركة والإحساس رح يصير كونترا لاترال هيمو باريسيز وممكن يصير عندك هيمي بليجيا يعني شلل نصفي هيمي هيمو بليجيا شلل نصفي فهنان لما يقولك أنت عندك بيوبل دايليشن ما متساوي عندك حدقة العين إضافة إلى أنه عندك خدر وعندك شلل في الجهة المعاكسة هذا إذن أنت عندك إبيدورال هيمتوم معنات عندك المنينجر آرتري أو ميدل المنينجر آرتري الدمر انفجر وطلع الدم وضغط على الدماغ وزاح لك الدماغ هذا كيف انشخصه من خلال السي تي سكان وطبعا أي واحد يروح في ترومات دائما ضربه للرأس أول شي تسوي له هو سي تي سكان لأنه متوعد تسوي الامراي وتتظر عليه ساعات ويموت وهو بعد عنده بليدنج وأيضا الامراي مو مثل السي تي سكان في إظهار البليدنج أفضل شي يظهر لك البليدنج داخل التجاويف وبالأخص تجويف الرأس هو السي تي سكان يظهر لك البليدنج تمام فإذا لو قل لك شنو تشخيص الحالي راح يكون جوابك إبيدورة الهيموتومة لو قل لك كيف نشخصها من خلال سي تي سكان طيب لو قل لك كيف نعالجها من خلال نسوي شغلة اسمها إيفاك يويشن أو بار هولز يعني شنو نفتح ثغرات في الدماغ نطلع من عندها هذا الدم المتجمع ونمنع تجمع دم مرة ثانية إلى أن ينسد هو الشريان ويوقع فنسوي بار هولز أو إيفاكيواشن نطلع الدم وإلا راح يصير هذه الحالة ورح يتدمر الدماغ لو قل لك يا دايرتك تستخدم في هذه الحالة دايرتك طبعا إحنا مثل ما راح نعرفه هنا راح يزداد الانتراك رينيال برشور فأفضل دايرتك نقدر نستخدم في هذه الحالة هو الماناتول الماناتول تمام الماناتول يعني يسحب من الأنسجة الماء فنستخدم الماناتول في هذه الحالة فهذه يحفظوها لكم يعني معلومات مهمة فهذا الشخص صار عنده إبي دورال هيماتوما تمام إبي دورال هيماتوما فهذا بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر